السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اتمنى يا رب تكونوا بخير وبصحة جيدة. ان شاء الله بازن الله النهاردة يكون موجود معانا منحة ممتازة جدا. بس طبعا كالعادة قبل ما نتكلم عنها احب يوضح لحنا عرضنا فرص ومنح كتيرة جدا سابقة. ودي القناة بتاعتنا هتلو عليها منح كتيرة جدا منح موجودة في اليابان في كوريا الجنوبية تايوان فرنسا امريكا ودول كتيرة جدا مختلفة. بالاضافة كمان عرضنا سلسلة فرص التطوع واستفر للخارج. وكنا عرضنا بعض المواقع اللي من خلالها تقدر تلاقي فرصة عمل بكل سهولة. وكنا عرضنا فرصة وهي كانت فرصة التطوع في فيتنام كانت شاملة منظم التكاليف. آآ وكان لعملية القبول والتقديم فيها حصريا عن طريق قناتنا. وتم اعلان الفائزين في هذه الفرصة وان شاء الله بازن الله يكون موجود معنا فرص جاية كتير. التقديم والقبول فيها حصريا عن طريق قناتنا. آآ بالاضافة كمان كنا اعلننا عن خدمة وخدمة المساعدة في التقديم لأي فرصة ومنحة انت عايزة. تقدر تقدم من خلالنا بشكل احترافي. او تقدم بنفسك باتباع شرح الفيديوهات الموجودة على القناة. وعشان توصلك اي حاجة جديدة من القناة بتاعتنا يا ريت تعمل وتضغط على جرس صوار ده عشان كل الفرص توصلك بسهولة. وحب ننوي كمان نجمع رابط جروباتنا على الواتسائب وجروبنا على الفيسبوك. ورابط التقديم الخاصة بالمنحة اللي هنتكلم عليها النهاردة. هتلاقوها موجودة في صندوق الوصفة اسفل الفيديو. طيب خلينا كده نبدأ على بركة الله ونتكلم عن منحة النهاردة. وهي منحة ممتازة جدا. هي منحة دراسية في تركيا مو процесс ما ولا بيلكان. تمام? يبقى الدولة اللي هيكون فيها المنحة دي هي تركيا. الجهة المانحة هي جامعة gotta be then okay. تمام? دي الجامعة المانحة هي منحة جامعية. المرحلة الدراسية الموجهة لها المنحة دي المنحة دي متاحة لدرجة الماجستير ودرجة الدكتوراه. لو اي شخص عايز يدرس درجة الماكادريوص غير متاحة فيها هي متاحة فقط لدرجة الماجستير والدكتوراه. بالنسبة الدول المتاحة للتقديم كل دول العالم متاحة للتقديم اي دولة تقدر تقدم في الفرصة دي بكل سهولة بدون وجود اي مشكلة سواء دولة اسياوية عربية افريقية فيش مشكلة خالصة اه بالنسبة بقى للتمويل التبويل بتاع الفرصة دي صراحة تمويل ممتاز جدا اول حاجة الاعفاء من الرسوم الدراسية بمعدل خمسة واربعين الف ليرة تركية لكل سنة يبقى المفروض ان المنحة هنا تقصد ان اه المصاريخ الدراسية هي خمسة واربعين الف تمام انت المفروض ده هتدرس على حسابك تدفع خمسة واربعين الف ليرة تركية في الجامعة انما هم هيعملوا لك اعفاء من الرسوم الدراسية دي وهتدرس بالمجان على حسابه من غير ما هتدفع المبلغ ده كمان بالاضافة بقى تركز معي في الحتة دي لانها كويسة جدا هيكون في راتب شهري ليك بمقدار اربع تلاف وخمسمية ليرة تركية لكل مصاريفك سواء بقى السكن بتاعك سواء اي مصاريف هتحتاجها فهيكون في المرتب ده وتابعا ده مرتب كبير جدا وطبعا ده بعكس المنحة التركية لو تفتكروا المنحة التركية طبعا منحة حكومة تركية للمنحة الحكومية بتعرض آآ راتب شهري سبعمائة ليرة فقط انما المنحة دي بتعرض لك راتب شهري اربع تلاف وخمسمائة ليرة يعني مرتب محترم جدا جدا تمام بالاضافة كمان ان هيكون فيه تأمين صحي اللي هو آآ خاص يعني هاملولك زي آآ تمام تمام والتأمين الصحي ده في حالة لقدر الله حدوث مرض او حادث هم هتكفلولك بكل مصاريف الاعلام بالاضافة كمان هيكون فيه كمبيوتر محمول اللي هو زي اللابتوب هيدوك كده زي اللابتوب ده تستخدمه اثناء الدراسة بتاعتك في اي شيء بالاضافة كمان هيكون فيه بطاقة وجبات في الجامعة في فهيدوك كده بطاقة البطاقة دي تقدر انك تستخدمها في الحصول على الوجبات الغزائية بتاعتك بالاضافة كمان ان المنحة دي فيها دعم الصفر مرة واحدة في السنة بمبلغ ثابت لحضور الاحداث العلمية يعني ايه؟ آآ يعني المنحة دي بتوفر لك كل سنة انك تطلع تشارك في مؤتمرات برا تحضر ندوات تبع مجالك اللي انت تدرسه في الجامعة فبالتالي بيقوي من آآ معلوماتك وبيخليك آآ شخص يعني عندك معلومات اكتر وخبرة في مجالك اكتر وهم بيوفروا لك ده من المجان على حسابه بالاضافة كمان ان الاشخاص الذين سوف يكونوا متفوقين في الماجستير يعني لو حضرتك تدرس درجة الماجستير وهتكون شخص متفوق وملتزم في دراستك ممكن بعدها تحصل على منحة دكتوراه مباشرة من الجامعة يعني انت كده كده انك هتاخد منحتين تمام لو انت ناوي تدرس ماجستير وهتكون شخص متفوق وتكمل الماجستير بتاعك كويس ممكن هم يعتوك كمان منح الدكتوراه. وده زي مهمة طيب بالنسبة للتخصصات المتاحة في المنحة دي. المنحة دي فيها تخصصات عديدة جدا. اول حاجة فيها الهندسة. تخصصات الهندسة معظم تخصصات الهندسة الهندسة الميكانيكية وما الى زلك موجودة. تخصصات العلوم. تخصصات الاقتصاد والحقوق والزراعة. يبقى احنا كده بنتكلم عن تخصصات علمية وادبية موجودة بالفعل في المنحة دي. ودي حاجة ممتازة جدا. تمام? وكده كزا كلية موجودة فبالتالي انت تقدر تختار التخصص المناسب لك. بالنسبة بقى لشروط المنحة دي. المنحة دي شروطها ايه? ركز بقى معها عشان هنا في شرطين مهمين جدا. الشخص المتقدم يجب ان يمتلك على الاقل درجة البكالوريوس او تكون في اخر سنة. لو انت في اخر سنة وتتخرج قبل بدء الدراسة في المنحة لان بدء الدراسة في المنحة هو شهر سبتمبر الفين وعشرين. لو انت تتخرج قبل شهر سبتمبر الفين وعشرين. وانت لسه في درجة البكالوريوس تقدر تقدم عادي عن طريق اثبات كشف درجات لاخر سمسطر او اخر سنة دراسية انت حضرتها. لو انت تخرجت بالفعل برضو تقدر تقدم. تمام كده? رقم اتنين من الشروط ان الشخص المتقدم يجب ان يمتلك شهارة او ودي بقى هنا المشكلة لان معظم الاشخاص ما عندهمش او فبالتالي المنحة ممكن تكون شوية صعبة عليهم. يعني هي الزامة المنحة الاشخاص المتقدمين ان هما لازم يثبتوا ايجاد شارط الايد ساو طيفل تكون معاهم اثناء عملية التقديم للمنحة. تمام كده? بالنسبة بقى للاوراق المطلوبة في المنحة دي. مطلوب من حضرتك ايه? مطلوب من حضرتك كشف الدرجات وشارط تخرج ان وجد. يعني كشف الدرجات بكل المواد اللي انت درستها توضحها. ولو موجود عندك شارط تخرج وتخرجت برضو تضفها من ضمن المعلومات دي. كمان مطلوب منك خطوب النية. تمام? اللي هو تتكلم عليه وتوضح ليه حسنا نضم المنحة دي. بالاضافة كمان مطلوب منك اتنين خطابات توصية وفي بعض التخصصات مطلوب فيها تلات خطابات توصية. تمام? يبقى بحد اقصى تلات خطابات توصية. والمينموم خطابين توصية فقط. كمان مطلوب منك السيرة الذاتية بتاعتك السيفي بتاعك تضيفه. بالاضافة كمان مطلوب حاجة لطلب الدكتوراه مطلوب ان هما يضيفوا خطة بحس. تمام? اللي هي ربوزة. فبالتالي لازم بالنسبة للدكتوراه لازم يضيفه خطة البحث. اخر باوعد للتقديم في الفرصة دي هو واحد وتلاتين مايو الفين وعشري. يعني لسه قدامك وقت. تمام? نقول ما احنا لسه في بداية شهر يبريل. لسه قدامك شهرين. تقدر تنزم فيهم او رايك وتجهز حالك اه كويس. تمام? كيفية التقديم بقى في الفرصة دي. بالنسبة للتقديم في الفرصة دي بقول لك التقديم هيكون بشكل كامل. بدون رسوم ما فيش اي رسوم خالص من المنحة. يعني في منح زي منح اوروبية مسلا تلاقيها في النمسا ولا السويد بتلاقيها عرضها لك مسلا بميت دولار لازم تدفع ميت دولار رسوم او ستين دولار. هنا المنحة دي فيها مجانة تعمل وخلص الموضوع. تمام كده? طيب. انا هنا هتطلقكم ملاحظة برضو عشان احنا كخناة منح من كل الالوان بانتيح خدمة التقديم لاي فرصة او منحة انت عايزها. يعني مسلا على سبيل المسال لو انت عايز تقدم للفرصة دي او المنحة دي او اي منحة اخرى تانية احنا بنساعدك في عملية التقديم بمبلغ مالي بسيط تمام? وبنقدم لك بشكل احترافي وبنمليلك البروبوزة البقى كل هزي الاشياء بنعملها لك احنا وبنجزها لك. او لو مش عايز تقدم من خلالنا ممكن تقدم بنفسك باتباع شرح الفيديوهات اللي احنا بنقدم. تمام كده? طيب. انا هنا هتطلقكم لينكين هو لينك قد نمال الان الخاص بي منحة وهنا اللينك التاني اللي هو الاعلان الرسمي للمنحة. تعال كده نبص سريعا الاعلان الرسمي. هتلاقيه في كل التفاصيل. كل التفاصيل اللي انا قلتها باللغة العربية هنا هتلاقيه موجودة في المنحة دي. هو هنا بيقول لك ان الجامعة بتوفر كزا نوع من المنح. تمام? هتلاقي هنا عندك كزا نوع من منح. في منح كتيرة. ولكن احنا المنحة اللي هنتكلم عليها اللي هي المنحة دي. تمام كده تلي عندك الدكتوراه والمصدر وما الى زلم. وكمان في نقطة انا نسيت اوضحها انه بالنسبة لدرجة الماجستير الاشخاص اللي عايز تدرس درجة الماجستير هيكون الرتب بتاعهم تلات تلاف ليرة فقط. انما الاشخاص اللي هتدرس دكتوراه هيكون الرتب بتاعهم اربعة تلاف وخمسمية ليرة. كمام? دي نقطة بس انا حبيت اوضحها هنا. كده ده الاعلان الرسمي. تقدر تطلع على كل التفاصيل هنا. طيب. تعال ابقى نروح دلوقتي على التقديم. هتروح حضرتك ليه قدم الان دي التقديم عشان نبص كده سريعا على ونعرف ازاي نملاها. هتيجي هنا هتلاقي عندك الصفحة دي. تمام? بيقول لك لو انت عملت خلاص وانتهيت منه تحط اليميل والباسورد وتعمل طب انا كمستخدم جديد ما عنديش لسه ما فتحتش على الموقع المنحة. اعمل ايه? تروح تعمل على دي تضغط عليها. هزهر لك هنا بعض البيانات اللي انت مفروب تملاها. ازاي تحط الايميل بتاعك تعمل تحط الاسم بتاعك بتاعك لو انت مقيم في تركيا وعندك فتحطها تحط رقم التليفون بتاعك وبعد كده تضغط على كلمة قبليه. لما حضرتك تضغط على كلمة قبليه هيوصلك رسالة على الايميل بتاعك الرسالة دي فيها تضغط عليه عشان تفعل بتاعك. وتاخد الايميل ده والباسورد ده وتروح راجع تاني هنا للجزئية دي وتكتب الايميل هنا وتضغط على كلمة تمام كده? طيب فتح لي الصفحة دي. ايه الصفحة دي? بيقول لي هنا اختار بقى الكلية اللي انت عايزها. ركز معا. هنا فيه كلية طيب الكليات دي مش دي التخصصات. لا دي الكليات. فبالتالي جواها التخصصات. يعني فروع من التخصصات. على سبيل المثال مسلا لو دخلنا مثلا لو دخلنا ليه الاقتصاد. هتلاقي عندك مجموعة تخصصات بتظهر لك. هيجي تيجي هنا مسلا اهو عند كلمة اللي هو التخصص هتجي هنا هتلاقي 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 مجموعة تخصصات كتيرة بتضرر. تعال برضو كده نخش على اه مسلا تضغط عليها يفتح معاك تعال بص مسلا على التخصصات. فهتلاقي هنا حضراتك مسلا تخصصات الخاصة هتلاقي موجودة هنا. بتكلم على كل التخصصات دي هتلاقي هنا بالنسبة للسكشن الخاص طيب. احنا دلوقتي اتكلمنا على التخصصات. خلينا بقى نبدأ من الاول كده لاي تخصص ونتكلم عليه. طيب ده لو انت هتقدم لاي شيء. تمام? اقول الحاجة مطلوبة من حضرتك هي معلوماتك الشخصية. تحط اسمك. تحط بتاعتك دولتك. تتكلم عن التاريخ الميلاد بتاعتك. تمام? تتكلم عن حالتك الاجتماعية. تحط صورة شخصية هنا ليك. تمام? اه هنا بقى تتكلم عن اه جواز الصفر بتاعك. انا مش مطلوب بشكل الزامي. لاحز معايا هنا ان اي حاجة محطوط عليها النجمة الحمرة دي يبقى ده مطلوب بشكل الزامي. تمام? انما لو ما لقيتش النجمة الحمرة دي بقى ده مش مطلوب بشكل الزامي. ممكن عادي تقدم اه من غير وجود. فبالتالي هنا بيكلمك على بتاعك لو عندك تحطه معددكش خلاص بتسيب الجوزية دي فاضية. اه هنا بقى زي ما كنا وضحنا على تمام? بتختاره. هنا بالنسبة اه معلومات التواصل تكتب بقى انوانك تكتب رقم تليفونك تحط اه المدينة اللي انت عايش فيها حاليا. تمام? وهنا تتكلم عن بتاعتك المدرسة السنوية بتاعتك او تتكلم عليه خطاها منين? تمام? اه اسم المدرسة. اه تتكلم هنا على اللي هو تتكلم عن المدرسة الكلية او الجامعة اللي انت خطاها منها تتكلم عن التخصص اللي انت اخدت فيه. تتكلم عن تخصصة تاريخ التخرج وهنا تحط كشف الدرجات. تمام كده? تتكلم هنا عن لو انت بقى مقدم للدكتوراه فانت جزئية جديدة تملاها. تمام? يعني هنا بالنسبة الاشخاص اللي هتقدم للمصدر تملا الجزئية دي وخلاص. انما الناس اللي هتقدم للدكتوراه فتملا الجزئية دي. تمام? بالنسبة لي الماجستير بعدها تملاها بالنسبة للماجستير. درجتك اللي انت درستها في الماجستير تملا هنا البيانات. تحط هنا. تكشف الدرجات بتاعت المصدر. تحط اللي هو اللي هو السيز. تمام? تحط هنا. اه هنا بقى بيتكلم عن لو عندك الشهادات دي تحطها. تمام? لو عندك. لو عندك. لو عندكش خلاص. هنا بتتكلم عن شهادات آآ اللغة. لازم تحط هنا تختار ان يكون معاك شهادة منهم حاجة من دول. تشوف انت معاك ايه وتحطه. آآ هنا بيتكلمك عن خطبات التوصية. تحط معلومات شخصية من خطبات التوصية. الشخص الاول الشخص التاني اسمه اللي هو شغال فيها الايميل بتاعه. تمام? والشخص التاني نفس النظام. ولو عندك بقى شخص تالت رابع دي حاجة بترجع لك ممكن تضيف اكتر من شخص. هنا خطاب النية بتضيفه هنا. تمام? هنا فبيقول لك انت عايز تقدم آآ منحة ولا عايز تقدم على حسابك فما بتيجي تضغط على الاولى دي آآ تمام? طيب. بتيجي هنا ده بتتكلم عن خطة البحث بتاعتك. تمام? بشكل عام انت ناوي تتكلم عن ايه في في بتاعتك اللي انت ناوي تدرسها مسلا مشروط تخرج بتاعك ناوي تعمله عن ايه? على سبيل المسال ادي بس ادي مواضيع. تمام? وهنا تحط بتاعك. تمام? ولو عندك اي شهادات اضافية بقى شهادات آآ كرصات اخدتها آآ شهادات آآ تكريم اي حاجة بتضيفها هنا. ده بيسموها تمام? وبعد كده بتيجي تضغط على الوزية دي وبعد كده بتضغط على كلمة قبلي وبأنت كده قدمت للمنحة بنجاعة. تمام? المنحة ممتازة جدا. ركز معي ان من ضمن المنحة التركية القوية هي المنحة دي. لانها بتوفر لك راتب شهري اربعة تلاف وخمسمائة ليرة تركيا. وده مبلغ كبير جدا وكافي. وبتوفر لك لابتوب مجانا. تحاجات كتيرة جدا بالمجان بتوفرها لك. وزي ما قلنا ان احنا كقناة منح من كل الوان بنتيح عملية التقديم من خلالنا. وهتلاقوا رابط استمارة التواصل معنا للتقديم من خلالنا. هتلاقوا موجودة في صندوق الوصف اسفل الفيديو. فلا مو تمين بالمنحة دي يا ريت تقدمو وان شاء الله بازن الله كوم بالتفيه ولبوليكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.